نشرة وسائل إعلام عالمية وعلى رأسها شبكة يورو نيوز مقاطع فيديو لجنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة المقاطع فيها إيه؟ المقاطع بيبدو فيها وهم يخربون يخربون ما تبقى في من منازل متاجر الفلسطينيين وزي ما أنتوا شايفين الصورة أهيه بيدخلوا المتاجر ويرموا الحاجة ويكسروا الحاجة والمقاطع بتبين قد إيه إحداث الفوضى داخل المنازل والمتاجر والعبس بالبداعة ويسخرون من الفلسطينيين وكمان بيعملوا ده وهم كمان بيرقسوا وبيغنوا على أغاني عنصرية وكأنهم يعني إيه فيها نوع من الهتفات العنصرية ضد العرب والفلسطينيين حقيقة ما تشاهدونه من يعني من هذا المحتل الغاشم ليس بجديد عليه أبداً هو معتاد على أنه يثير الفوضى ومعتاد على أنه التخريب والإبادة والهدم ده من العقلية الإسرائيلية طول الوقت لم تتغير أبداً العقلية الإسرائيلية أنا عايز أقول لكم لما مصر تسلمت يعني بعد طبعاً ما حصلنا على أردنا في سيناء وتسلمت وتحديداً يمكن في منطقة العيش كان فيه مستعمرة اسمها ميت يا ميت وحاجات ما سابوش حاجة أبداً كما هي لازم يهدموا كل شيء فاللي بيعملوه ده دلوقتي يعني أنا مش عارفة أنت داخل متجر متجر كان فيه ناس بتاكل عيش وناس ده قوتها وناس ده رزقها ولعب أطفال ومنازل أنت بتهدم إيه؟ يعني مش كفاية الأرواح اللي راحت والإبادة اللي راحت والبيوت اللي تهدد والقطاع اللي نصه ما بقاش موجود على الأرض لكن هذه هي العقلية الإسرائيلية هذا هو الجندي الإسرائيلي عشان لما تتعرفوا عليه وتشوفوه هو جندي مهلهل من الداخل لا يعرف إلا الخراب والدمار وبصوا بيمسكوا الحاجة والترياء إزاي؟ يعني ده استحالة يكون فيه إنسانية أو روح على فكرة الحرب حتى في الحرب على فكرة فيه قواعد أخلاقية تصوروا لكن يبدو أن هذه القواعد لا تصل أبدا إلى إسرائيل ولا يعرفون عنها شيئا تبقى الإبادة والتخريب وتخريب المنازل والمتاجر عارفين إيه؟ فكرة أنه هو عايز يقولهم أنه لم تعد لكم هنا حياة ما فيش حياة ولا فيه منزل ولا متجر ولا شارع ولا بيت ولا وطن فدي رسالة الجندي الإسرائيلي لكن هتفضل كلمتنا تقول فلسطين باقية والاحتلال في زوال